الصحيح أنه إحنا نتوزن مرة واحدة في الأسبوع وسبب بعود أنه الجسم بيحتاج عن جد وقت ليتخلص من الكتلة الدهنية إذا أنا بدي أنزل كيلو واحد من الدهون أو فأنا بدي أنقطع عن 7000 سعر حرارية هذا الشي بيتطلب وقت من الجسم ما بيصير خلال يوم وليلة ما بيصير أن أنا بلشت الدايت اليوم بكرة والله بشوف خسارة بالوزن لا بيحتاج وقت للجسم يتأقلم مع الوزن الجديد ليقدر يتخلص من الدهون المتراكمة فيه وكمان الكبد بيقدر يأخذ دوره الصحيح بشكل عام هذا الموضوع بشكل مشكلة عند العديد من الأشخاص كتير بشوف عادات خاطئة بالتوزين في كتير أشخاص بيقولك أنا بتوزن 4-5 مرات باليوم في كمان أشخاص بيقولك أنا قبل كل وجبة وبعد كل وجبة بأخذ وزني الجسمي فاليوم رح نحكي بشكل عام عن جد إمت الصح أنه أنا أخذ وزن جسمي وبنفس الوقت كيف نحنا بنقدر نتخلص من فكرة إدمان الوزن عن جد العديد من الأشخاص عندهم حاجس أنه أنا لازم أنزل وزني لازم أنزل وزني وبنحط حالنا بميند ست أنه أنا عم بحاول أني أنزل وزني بس ما عم بنجح بتنزيل وزني فللأسف بصير عندي سايكل من الشعور بالاكتئاب والإحباط والفشل في عملية خسارة الوزن فاليوم رح نحكي هيك بشكل مبسط عن جد إمت لازم أتوزن كيف لازم أتوزن عشان عن جد يكون الوزن صح من نفس الوقت وإنت مش لازم أتوزن هاي أهم شيء إنت عن جد ما أقرب على الميزان طيب يلا نبلش إذن إذن ما هي الأوقات المناسبة أنه الواحد يتوزن وخاصة إذا كان مثلا عامل دايت بس بده يسبق قبل ما يروح أخصائيات التغذية اللي يشوف حاله إذا عم بنجز تمام إذن لازم أتوزن أول شيء التوزين الصحيح لازم يكون الصبح بكير قبل أي وجبة أنا بأكلها بدون ما أكون ماخد شاور أو متحمم لأن الجسم بيمتص سواء خلال الاستحمام فهذا الإشي بيزيد من الوزن ولازم أنه يكون بعد تفريغ محتويات المعدة بهاي الطريقة أنا بضمن أنه الوزن اللي أنا عم بأخذه صحيح شريطة أنه التوزين ما يكون أكثر من مرة في الأسبوع الواحد والسبب بعود أنه بيكون في عندي تغيرات كتير كبيرة بتطرق على الجسم على شكل يومي فممكن أنا أتوزن اليوم أشوف وزني على سبيل المثال 60 بكرة برجع بتوزن بشوف وزني 61 بعد بكرة برجع بتوزن بلقي 60 ونص بقول يه طب ما أنا قبل مبارح كنت 60 ومبارح وحد شو عم بصير في كتير عندي عادات غذائية ممكن تأدي إلى احتباس السوائل بالجسم مرات زيادة التعب بتأدي إلى احتباس الأملاح بالجسم وهذا الإشي بيأدي إلى احتباس السوائل مرات لما ما أكون نايم بطريقة صحيحة بيأدي إلى التأثير على الوزن مرات لما أنا بأخذ وجبة دسمة الليلة اللي قبليها وباجي بتوزن الصبح بلاقي أنه وزني زايد طبعا هذا الشيء كله مش وزن حقيقي هذا الشيء للأسف بيأدي إلى الشعور بالإحباط إنه أنا عم بلتزم بحمية غذائية وعم بتوزن على شكل يومي يوم بشوف حالي نزلت نص كيلو بمبسط كتير وثاني يوم برجع بتوزن بقول يه هيرجعت 300 جرام من النص كيلو اللي نزلته مبارح وبرجع بشعر بالإحباط الصحيح إنه إحنا نتوزن مرة واحدة في الأسبوع والسبب بعود إنه الجسم بيحتاج عن جد وقت ليتخلص من الكتلة الدهنية إذا أنا بدي أنزل كيلو واحد من الدهون أو فأنا بدي أنقطع عن 7000 سعر حرارية هذا الشيء بيطلب وقت من الجسم ما بيصير خلال يوم وليلة ما بيصير أنا بلشت الدايت اليوم بكرة والله بشوف خسارة بالوزن لا بيحتاج وقت للجسم يتأقلم مع الوزن الجديد ليقدر يتخلص من الدهون المتراكمة فيه وكما يعني الكبد بيقدر يأخذ دوره الصحيح فعشان أنا أكون ضامنة التوزين الصحيح مثل ما حكينا الصبح بكير قبل وجبة الفطور بعد تفريغ محتويات المعدة بدون الاستحمام وبنفس الوقت مرة واحدة في الأسبوع فقط طيب راند حكيت معلومة كتير مهمة إنه حتى أنا أخسر كيلو من الدهون لازم أكون أنا أخسرت 7000 سعر حرارية صحيح هلأ إذا أنا بدي أنزل كيلو دهون بالأسبوع يعني قديش لازم يكون للضايت تبعي نازم أكون سوري كل يوم هقلب ألف من ما أنا متعودة صحيح هذا هو بشكل عام اللي إحنا بنشتغل عليه ولكن أنا دائما ضد فكرة أساسية واللي هي حساب السعرات الحرارية بدل من التركيز على محتويات الأكل وجودة الأطعم اللي إحنا بنتناولها الفكرة كلها بتعود إنه الجسم بيتعامل مع الأغذية بطريقة مختلفة بحسب مصادر الأغذية اللي إحنا بنتناولها على سبيل المثال أنا بروح بتبع حمية غذائية فيها 1200 سعر حرارية ممكن هدول الـ 1200 سعر حرارية إنه أنا بدل وجبة الفطور اللي مفروض إنها على سبيل المثال تكون 200 سعر حرارية بروح بأكل فيهم لوح من الشوكولت بار اللي بصير إنه جسمي رح يمطس السكر بسرعة ما رح يبذل أي مجهود لحتى يهضم هاي السعرات الحرارية الدهون رح تكون دهون مشبعة رح تتخزن مباشرة بمنطقة المحيط أو منطقة الخسر أو وينما كان جسمي عم بيخزن هاي الدهون versus أو على الصعيد الآخر إذا أنا بتناول هدول الـ 200 سعر حرارية من وجبة كاملة فيها نسب عالية من البروتين فيها أقل نسب من الدهون جسمي أولا رح يبذل مجهود أكبر بحرق السعرات الحرارية فإحنا بنسميها thermal effect of food قديش جسمي بيبذل مجهود بدني وبيحرق سعرات حرارية لا يغضم الأكل اللي أنا أكلته بالدرجة الأولى علما بأنه البروتين بيتطلب أعلى مستوى ومجهود من الجسم لا يغضمه ويحرقه والدهون بعدها بتيجي من بعده وأقلهم بيجي النشويات فطبعا اثر من effect of food بالعبدور ثالثا أنا بركز قديش الجسم قديش الأكل اللي أنا عم باخده بيعطيني الشعور بالشبع لفترة أطول ورابعا والأهم هلأ كل الدراسات الجديدة عم تحكي أنه سبب البدان العالمي هو ما عم بيكون سببها زيادة السعرات الحرارية بقدر ما سببها السكريات الهاي فركتوز كورن سيرب اللي هلأ عم بيكون كتير متداول بالمشروبات الغازية بالمشروبات الطاقة بالعصائر اللي عم تنعطل الأطفال هذا الهاي فركتوز كورن سيرب هو السبب أو المسبب الرئيسي بحسب الدراسات الجديدة لارتفاع مستويات البدانة مقاومة الإنسلين هي عم بتكون السبب فإذا أنا عن جد بدي أتبع حمية غذائية أخسر فيها الوزن بطريقة صحيحة صحيح بالورقة والألم هم الألف سعر حرارية بنزلوني كيلو السبع تلاف سعر حرارية بنزلوني كيلو بمعنى ألف بليوم تقريباً ألف بليوم بالضبط بس بالواقع إذا أنا بدي أنزل كيلو من الكتلة الدهنية فممارسة الرياضة هي الأساس لأحافظ على الكتلة العضلية عشان ما أرجع أزيد هذا الوزن تانياً بيجي عندي جودة الأطعمة اللي أنا بتناولها ومدى تأثير هاي الأطعمة على الفيتامينات المعادن على البشرة على المضادات الأكسدة على الدهون على الكتلة العضلية وتالتاً كمان والأهم أنه نحنا عن جد نشوف مدى تأثير هذا الأكل على جسمي من ناحية إفرازات هرمونات الجوع وهرمونات الشبع نعم يعني رند هون نقطة كتير مهمة وأنا دائما بحكي فيها يعني إحنا حتى لأطفالنا الصغار عم بيصير تقديم لكل شيء يضر لإلهم من عصائر من شبس من أشياء في السكريات عالية رغم كل الأمور التوعوية اللي عم بتقوموا فيها أنتوا كأخصائيين أو بالإعلام عم بيصير هذا إلا أنه الأم عم تستسهل الأب عم بيستسهل أنه يحط بين إيدين ولاده هذا الإشي وفقلينا نهكي يعني نصائح سريعة بما يخص الأطفال يعني متى نازم نقدم هذه السكريات لأطفالنا وهل نستطيع أنه ما نقدمها فعلياً بالمرة النقطة اللي انتقادة عم تحكيها مهمة جداً وعن جد مع زيادة الوعي عند الأشخاص على فكرة عم بيكون فيه تغيير للأحسن من ناحية سلوكيات الأم والأهل كتير عم بشوف اليوم بالسوبر ماركت بشوف الأمهات عم بتصير تقرأ اللائحة الغذائية لحتى تشوف قديش محتوى السكر ومحتوى الدهون للأغذية اللي عم تعطيها لابنها أو لابنتها وكتير عم بيجيني استفسارات شو رأيك دكتورة بهذا أو أخصائي التغذية بهذا المنتج شو رأيك بهذا البرودكت اللي احنا عم ناخده هل أنا لازم أعطيه لبنتي أو ابني أو لا على فكرة في العشرين سنة الماضية من 1990 ل2010 هي كانت أسوأ سنوات بتمرؤ من ناحية التغذية للأشخاص وهي السنوات اللي انتشرت فيها العديد من العادات الغذائية السيئة العديد من الفاست فود شينز صار في عندي نمو بالمجتمع بشكل كتير كبير عشان يواكبوا هذا النمو صار في عندهم أنهم يركزوا أكثر على إشباع الأشخاص بدل من الكواليتي تبعة الأكل اللي احنا عم نقدم لهم ياها هلأ في عنا إشي جديد بالتغذية اللي هم كل هلأ كل العالم متوجه له وبلش من 2005 لليوم واللي هو سستينبل ديفلوبمنتل جولز حتى بدراسة هلأ كل الدراسات عم تتجه كيف نحنا نقدر يكون في عندي غذاء سستينبل يعني مستدام بالضبط وبنفس الوقت هذا الغذاء يكون ذات جودة غذائية جيدة تغذي الأطفال صحيح مع كل النصائح الغذائية عم بيصير في عندي تغييرات من ناحية سلوكيات الأهل بس الأهم أنه نحنا نتذكر شغلة أساسية غادة مش صح أنه نحنا نمنع أطفالنا من هاي الأغذية أنا بعطي ابني تشيبس وبعطي تشوكولت ولكن الكمية هي اللي بتلعب دور أساسي أني أنا أعلمه أنه هاي الكمية اللي أنت بدك تكتفي فيها سهولة وسرعة الحياة بتخلينا مرات نلجأ للسناكينج أكثر بس عن جد إذا أنا بدلت نفس الوقت اللي أنا رح أنزل فيه على السوبر ماركت وأشتري تشوكولت وأعطيها بإني أحضر له صحاً من الفواكه عن جد يستسيغه رح نشوف أن الطفل رح يصير يحب الفواكه والخضرة ويستسيغهم أكتر من التشوكولت وبدائل السكر هلأ عم بتكون أخيراً موجودة بالأسواق في عندي شوكولتات خالية من السكر مش غلط أني أنا ألجأ لها لأطفالي الحلول الموجودة شكراً ران شكراً ران